بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد إخواني أخواتي ومشاهد كناة المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد بكم في هذه الحلقة ورحمة مباشرة داعين لله سبحانه وتعالى تقبل مني ومنكم وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أمين نهاردة هنؤف وقفة موجزة كالعادة مع الآية رقم 73 من سورة آل عمران قد نحتاج إلى وقفة أخرى معها استكمالا لمعانيها إنما النهاردة خلونا نركز في معاني بعض أو بعض معاني هذه الآية الكريمة ونقرأها أولا ثم بعد أن ننتهي من سرد بعض المعاني سوف نتلقى اتصالاتكم مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد حوالي عشر دقائق من الآن والله المستعان نبدأ التلاوة على بركة الله تابعونا في مصاحفكم أو عبر شاشاتنا المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم عندما نقف أمام هذه الآية سنجد فيها عجبا الجمل في هذه الآية فيها تقديم وفيها تأخير بل يقف الإنسان أمام الجملة الأولى هل يعترى هذه الجملة كلام الله المباشر وعندئذ أعني هذا كلام الله وليس رواية أو يرويها الله عزل عن اليهود مثلا فهل هو كلام الله إن شاء وبناء عليه فالخطاب هنا للمؤمنين أم أن هذا الكلام الذي هو كلام الله قطعا لكنه يحكي ما قاله اليهود يعني بيقول على سبيل الحكاية وعندئذ يكون هذا القول ليس مخاطبا به أهل الإيمان والإسلام بل مخاطب به اليهود والقضية الحقيقة فيها إشكالية واللي يقرأ هذه الآية لو لم يكن عند وعي يمكن يحصل لنوع من الدهشة والعجاب بل الأخبطة أحيانا واللبس جملة كل إن الهدى هدى الله قطعا هذا ليس حكاية عن أحد الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحادوكم عند ربكم هذا كلام محتمل قد يكون كلام الله عز وجل وليس حوار أو نقل عن ما قاله اليهود وقد يكون ما قاله اليهود ثم جملة كل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هذا كلام الله المباشر لنبيه ومن ثم لأهل الكرآن وأهل الإيمان وأهل الإسلام الكلام دا الحقيقة دقيق وأرجو أن تنتبه له عندما تكرؤون هذه الآية وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ والعجيب إنه ما فيش علامة وقف ما فيش علامة وقف مع اتفاق الكل بأنه على الأقل في تقديم وتأخير في تقديم وتأخير بالذات إذا كنا أن هذا كلام كلام اليهود يعني اليهود الذين راحوا أو علماؤهم أو أحبرهم أو بعضهم الذين راحوا وأعلنوا إسلامهم برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في الصباح وأخر النهار راحوا أعلنوا ردتهم عن هذا الدين لأنه ليس صالحا لكي يلبسوا على الناس دينهم رجعوا للسفلة من الناس اللي هم الأتباع يعني وقال لهم أوعم تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم دينك هو الصح اللي هو يعني اليهودية شريعتهم اليهودية دينك هو الصح دا ربنا سبحانه وتعالى جعل العصى في يد موسى حية أو ثعبانا وفلق الله له البحر وأنجاه من بطف فرعون وأغرق فرعون مين هيبقى زيكم أو تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم دا على قول من قال أو على فهم من فهم بأن هذا الكلام من اليهود والله تعالى يحكيه عنهم عندما قالوه لأتباعه طيب وعلى المعنى دا يبقى فيه تقديم وتأخير التقديم والتأخير أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجوكم عند ربيكم يبقى دا مقدم ويبقى كل إن الهدى هدى الله مع قوله كل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ييجي بقى في السياق دا وكأن الله تعالى قال وكأن ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجوكم عند ربيكم كل إن الهدى هدى الله كل إن الفضل بيد الله يبقى في تقديم وتأخير على هذا الكلام والكلام دا مقبول من حيث المعنى مقبول جدا أن أحبار اليهود لما راحوا لبسوا على الناس دينهم قال لهم تعالوا بقى النتيجة أوعوا تؤمنوا الحد ولا تستجيبوا الحد يدعوكم إلى دين غير دينكم اليهودية يعني وشريعة موسى ويا ليتهم يتبعون شريعة موسى ويتبعون الطوراه التي نزلت على موسى هم يتبعوا طوراه محرفة لو اتبعوا الطوراه التي نزلت على موسى التي صدقها القرآن الكريم وصدقها عيسى وصدقها الإنجيل وكذلك الإنجيل الذي صدقها القرآن بدون زيادة أو نقصان سواء في الطوراه أو في الإنجيل لآمنوا وبدون حذف لآمنوا بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولكان عندهم الحق واضح ومن لبسوا على الناس ومن التلبيس قالوا لقومهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديناكم ليه لأن يؤتى أحد لا 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 يؤتى أحد مثل ما أتيت كأنه بين في هنا لا يؤتى أحد مثل ما أتيت ومن ثم أتيتوا حقا كتير أتيتوا الطورة والعصى في يد موسى صارت ثعبانا وفلق الله له البحرة وأنجى موسى وأغرق فرعون فما حدش هيبقى عنده مثل هذه الآيات العظيمة بعديكم أبدا أو بعد موسى أبدا ولذلك بيطمنوهم أو يحديكم عند ربكم مش هيقدروا يحجوكم عندهم مش حج أصلا يعني كأن اليهود يزعمون أنه ليس للمسلمين حدي عشان يقفوا بها قدام ربنا ويحجوا أهل الكتاب أو يحجوا اليهود بالتحديد يقوم يجي الكرآن يرد بقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم سيدنا نابر رد ويعلم المؤمنين في كل زمان قل إن الهدى هدى الله أنتم ما تملكوش الهداية الهدى من عند ربنا وربنا أنزل شريعة كلها نور ورحمة اسمها الطورة في يوم الأيام أو كتابها الطورة على موسى عليه السلام لكن أنتم حرفتموها وأنزل كتابا كله نور ورحمة اسم الإنجيل على عسى عليه السلام لكنكم أيضا زدتم فيه وأنقصتم يبقى الهدى هدى الله صح اللي نزل على موسى أيام ما كان موسى موجود وأيام ما كونك أنبياء يحمون هذه الطورة لكن لما تركت للأحبار حرفوها الهدى هدى الله الإنجيل الذي جاء على عيسى مصدقا للطورة ومحلا لهم بعض الذي حرم عليهم قبل أن يأتي من أيضا يزيد فيه أو ينقص أو تطلع التفسيرات المختلفة التي ربما أوقعت الناس في حيرة وأوقعتهم في ضلال الهدى هدى الله يقينا يهدى معصوم محفوظ القرآن كما نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبدأ كلام مين؟ كلام ربنا المباشر ليس نقلا عن أحد وهذا هو الرد على هؤلاء اليهود اللي بيزعموا أنهم أصحاب الحق وأن دينهم هو الحق وأنه لن يؤتى أحد مثل ما أوته لا قد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مما أوتي أي أحد أعظم مما أوتي أي أحد عرف الليه لأن كل الأنبياء كانت معجزاتهم حسية لزمانها ووقتها ومكانها إلا معجزة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فهي لست لزمان معين ولف مكان محدد إنما هي لكل الأزمنة ولكل الأمكن بالاستناء ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أعطاه الله عز وجل أو أتاه الله على ما مثله آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي أي عن القرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة طيب لو قلنا الكلام كله من ربنا سبحانه وتعالى ملهوش علاقة بالنقل عن اليهود ويبقى الخطاب هنا المين سيكون عشب بس يتفصلوا بقى سيكون الخطاب عندئذ لأهل الإيمان والإسلام وأهل القرآن أوعي أهل القرآن تزعزعو أوعي أدبع محمد تزعزعو وإياكم أن تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أوعوا الناس دول اللي بتحكوا عليكم وبيدخلوا الدين أول النهار ويقفروا آخره أوعوا الناس دول بيثلوا الشبهات والفتن والقلاقل يصدوكوا عن الدين لا الهدى اللي قالكم هو ده الهدى الحق قل إن الهدى هدى الله ولن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من القرآن الكريم ولا يملك أحد أن يحاجكم أمام الله سبحانه وتعالى لإننت الأمة التي تملك الحجة الحجة ولذلك حتى تلاقي الخطباء ويقول عن سيد النبي وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزير عنها إلا هالك طبعا ويبقى كل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم طبعا جمل واضحة أنها من الله سبحانه وتعالى مبشرة لأهل الإيمان وأهل الإسلام وأتبع محمد عليه الصلاة والسلام أنهم في فضل من ربنا مش بس كده وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم من الفضل مزيدا بكرة هنقف قدامه ونعرف مزيد الفضل لا أدئيه لما نجمع الأيتم مع بعض ثلاثة وسبعين وأربعة وسبعين ونقف مع قوله يختص برحمته من يشاء وانضمها إلى جملة كل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء نقوم نستبين كيف أنعم الله تعالى على هذه الأمة بنعم عظيمة وجليلة ندرك معها أننا والحمد الله على الحق المبين فلا نفتن في ديننا بسبب من هنا أو هناك ونكتفي بهذا القدر